بعض الجماعيات الزمالكوية كانت بتقول اللوح عب سلام زمالكاوي والصفاكات بتروح لأهلي عايزين بقى نفهم ديكات ايه؟ لا اقول لحياتك الحاجة اولا في الاحتراف لا فيه أهلاوة لزمالكاوي تمام اللي بيهم المصلحة العامة بتاعت النادي اللوح محمد فيه ميزة ان هو كان بيفضل مصلحة اللاعب وبعده مصلحة النادي فكان اللاعب هو اللي بيختار على فكرة وممكن يعني هديك مثلا ممكن تبقى الفلوس اللي جاية قليلة ويحقق مصلحة اللاعب يعني مثلا زي حسين السيد حسين السيد الاهلي كان عرض اتنين مليون الزمالكو وصله لخمسة مليون بس هو اختار بأهلي اللي هو محمد الخالص يروح الاهلي طب وهل دا يا صح اللي انت ما يصحش طبعا بس هو محمد طبعا عنده يعني روح الابوة يعني بالله اه تمام طب هل في برضو لعيب حصل مع نفس المشكلة لا نعكي لك هو بفضل مصلحة مين؟ اللاعب بفضل مصلحة اللاعب هلأ فيه لعيب تاني حصل معنا نفس الموقف؟ لا هو يعني كل الحاجة برضو اختيارات اللاعب بس كانت العروض الاهلي كانت اقوى من الزمالك يعني مثلا ميدو جابر دا 15 مليون احمد الشيخ كان 10 يعني برشام شام برضو في حدود اعتقد 8 مليون 8 مليون اوه اعتقد كان 8 مليون جنيه خلال المقصة كان بيعمل اللي هو قصة اللاعب مصلحة اللاعب اهم من النادي طب انتو جاتلكوا الفكرة دي منين؟ يعني خاصة الاندية بالنسبة له اللي هيجروا على سعر هيبيعه بالزبط معهم اعتقدوا ليبقى الفكرة دي فكرتوا فيها لا انا دعا بقولك على ان اللاعب محمد يعني فكر بروح الابوة مع حسين السيد في الامر دا لكن هو الوضع الطبيعي انت برضو مصلحتك وبعد كده مصلحة النادي يعني مثلا يعني مصلحة اللاعب اه اه او نقرب المسافات يعني فهمني يعني ما تبقىش ايه ما يتبخص حق النادي برضو لان النادي لو لا النادي ما كان اللاعب بالزبط يعني يعني النادي صاحب فضل بعد الله سبحانه وتعالى على بعض العيبة كتير كانت جاية من مغمورة وبقات نجوم